ده كمان انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك خليفة ثلاثة واللي بتستمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر ده بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر والإمارات طبعا بيشارك في التدريب وحدات وقطع بحرية مختلفة وبتتضمن المرحلة الرئيسية تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بإغارة حماية خطوط المواصلات البحرية وإدارة أعمال القطال المختلفة وكما من التدريب على مواجهة التهديدات البحرية المحتملة ترجمة نانسي قنقر